قضية اليوم تكون مدينة بني ملال في سنة 2013 بعد عشرة صباح واحد سيدة تضق الباب على أساس بيش تحليها جارتها دقات حتى عيات وحتى شي حد مجوب المشكلة انها كانت تشم واحد ريحة كاريهة في ديك البرطنة سيدة تهولات ومشا تجري تبلغ السلطات بالأمر وفعلا ما كدبوش خبر الشرطة جولعي المكان مع مختصين مسرح الجريمة جاءوا بسرعة وفتحوا الباب وما تفتحوا فعلا غادي تضربوا واحد ريحة كاريهة تمشوا شوية كيلقوا واحد السيدة في قلب دارها مربوطة بزيف ديال الشهر ديالها وعندها عدة طعانات على سائر الجسم ديالها والسيدة الجسم ديالها من فوخ بحلة بدك يتحلل الطرط ما كلها مقرب له كأن شي شخص ما كانت يقلب على شي حاجة ماذا هي هذه السيدة؟ وماذا كان هذه الإنسانة التي تقلت عليها وبتعرفوه كينا ولا ما كينا وش عندها علاقة بالجريمة؟ وعليش تصفات هذه السيدة بهالطريقة الوحشية؟ وش الموضوع عنده علاقة بالسرقة؟ او لا هناك سر في الموضوع؟ هاتش اللي غادي نعرفوه في قضية اليوم وقبل ما نبدأو لايك تعليق واشتراك في القناة السلام عليكم يزامي مرحبا بكم معايا فيديو جديد وقضية جديدة قضية اليوم غادي تكون مدينة بني ملال غادي تبدأ القصة مع واحد السيدة اللي كان اسميتها الحجة خديجة هاد الحجة خديجة كانت مزوجة كانت هي أصلا اللباس عليها وزوجة رجال اللباس عليها الناس كانوا ميسوري لحال مخصوم حتى شي خير أعطاهم الله وليد واحد هاد الوليد كان اسميته عاديل عاديل كان شاب مجتهيد يقرأ وكمل باك ديالو او من بعد خرج الديار الفرنسية باش يكمل دراسة ديالو المهم الحجة خديجة كانت مخداماش وليني عنده المشاريع ديالها كل شهر كيوصلها رزق دياله حتى للدار واحد الوقت هو يموت الزوج ديالها وبقات الحجة خديجة بحدها عماد مني ساق ان الخبار ان الوليد ديالو توفى ارجع باش يواسي الأم ديالو ويوقف العزاء ديال بباه وفعلا ذاك الشيلي كان ارجع عقد الأمور دفنوا الأب ديالو وارجع يكمل قرايته كيف مكان عاديل كانت عنده واحد الفكرة وطرحها على الأم ديالو الحجة خديجة قال ليها انه إلا قدرت نسلك أموري برا غادي نبقى تماما وانتمنى الوليدة تجي تسكني معايا لقيت الأمور مامسل الكاش غادي نرجع للمغرب ندير شي مشروع ونكمل حياتي هنا وطفقت يويا على هذا الأسس انه الأمور غادي تمشي بهالطريقة اللي قالها عاديل الحجة خديجة ما كانت مخصة وولدها عاديل من التحاجة شهريا كانت صافت لي واحد للصوم اللي باش كي باش كاري باش كيصرف المهم ما مقصراش من جيته عاديل كانت عنده واحد العلاقة وطيضة بنت الجيران صباح هاد صباح يلي كانت كات نقول لي الأخبار ديال الوليدة ديالو ولا خصة شي حاجة كتقضيها لها المهم كتقول لي الروتين ديال واليدة ديالو وكي بغين يطمئن علمه صباح كان عاديل ننوي مع هالزواج على أسس من يكمل قرايته ويبدأ حياته العملية غادي يتقدم لها على فكرة هاد الحجة خديجة كانت إنسانة من أطيب خلق الله وكانت دائما كتدي الخير اللي مزوجة ومعندهاش كتعاونة فوليداتها واللي ما مزوجهاش كتخطب لها وتزوجها المهم السيدة عزيز عليها تدير فيها الخير داستيام ومشاتيام والأمور غادية بخير وعلا خير حتى الواحد النهار الحجة خديجة موالفا من العشية العشية كتخرج تمشير جيلاتها شوية كتدير واحد سويع ديال الماخش وكترجح في حالاتها داست واحد تلتيام السيدة مبقى تخرجات صباح اللي موالفا كتجي تدق عليها مرة مرة كان عندها شي شغال كتقديهم غيبات عليها واحد سمانة من بعد جات صباح من شغال دياله وجات تدق على الحجة خديجة ملقتها شكتجوب تصلت بعادي وقاتلي راه الوليدة ديالك راه مكتجوبش والبارتما راه خرجة منها واحد الريحة مكتبشرش بالخير عاديت قليها عافتي شنو غادي تديري غادي تمشي بسرعة تعلميش سلطة يعني تعلمي البوليس وتقولي اليوم اللي كان وفعلا ديالك شي اللي كان صباح مشت كتجري للشرطة وقاتليهم أراها الحجة خديجة جارتي كنجي دي من طمأن عليها سمانة هدي مبقيت شتاش كندق عليها وحتى واحد ما كيجوم وكنشم واحد ريحة خيبة كنت بنا تجيو وتشوفو شنو كين فعلا الشرطة مشاول عين مكان هرسوا الباب ودخلوا تماك غادي تبليون كارتا بما للكلمة من معنى غادي يلقى الحجة خديجة طيحة على ظهرها مخنوقة بواحد الزيف ديالها طويل ومعرضة لعدة طعنات على مستوى البطن ومن خلال المادة الحمراء اللي كانت تمنتاشرة تماك كتدل على أن هذا هو مصرح الجريمة الدار كلها مقربلة وش الجاني كان عنده غرض في هذا البرتما وبغير يسرقها أولا كانت هناك تصفية حسابات في الموضوع أولا هناك سر ما علم بي غير الله الله أعلم أول واحد بدأوا معها التحقيقات هو هات السيدة صباح اللي علمتهم بالواقع قالوا ليش من علاقك تربطك بالحجة خديجة قلت لي هات السيدة راني أنا وياها بحل بنتها وهات السيدة ركت ديل خير بزاف وأنا دائما كان جينت ما عند عليها وأنا ولدها موعدني بالزواج موعدني أنه سيكمل الدراسة دياله وسيزوجه سولوها وش هات الحجة خديجة عندها أعداء صباح جوباتهم وقالت لهم ممكنش الحجة خديجة يكون عندها شي عدو فهي إنسانة من أطيب خلق الله ومن بعد سولوها وش عندها شي عائلة في هات المدينة دي البني ملال قلت لهم أعرا كيني أخوتها وزا ما بزاف العائلة عندها هنا في بني ملال سولوها كيفاش تكتشفت الجريمة قلت لهم رأى الولد ديالها ولا عيط ليها وقال ليها سريط ما أني علمي رها ما كتجوش في تليفون وفعلا جيت دقيت ودكش اللي كان ما لقيت حتى شي حد وراكم عارف اللي واقع مشيت عندكم وبلغتكم وجيتوا لعين المكان الشرطة سولو صباح وش كينشي مساعدة كتجي تعاون حاجة خديجة في الدار قلت لهم كينة واحد سيدة ولاني أنا ما كنعرفش فين ساكنة هي لكتدير كرون ميناج وأنا كنجي كنعاون عيش حاجة خفيفة في الدار المهم الشرطة قالوا لها عيطي الولد ديالها بش يجي وعلميه باللي كان وفعلا دكشي اللي كان صباح عيطت للعاديل وقاتلي هرا القينة الوليدة ديالك واقع لها كده وكده في الدار ديالها المهم العاديل جاكي جري بسرعة للمغرب شد طيارة دياله وجا وفوق بسرعة مشى لعند الشرطة اللي يبدو معاه التحقيقات داز ديومين تقريبان جا عاديل لبني ملال ومشى لمركز الشرطة حاجة سولو الشرطة العاديل قالوا ليه واش كتعرف المساعدة اللي كتساعد الام ديالك في الاشغال ديال البيت قالوا هرا نعرفها فين ساكنة وانا اللي جبتها الوليدة لان الصحة دياله علاقة للحال وهي كتجي تقريبا جوج مرات في السمانة كتدر الميناج كبير وكتعاول الوليدة في الدار مهم عاديل تصدم ومتقبلش الوضع ومصدقش ان الام دياله اللي الله شافها وودعها مشات مهم بدو معاه التحقيقات شكون هما العائلة اللي كانوا قراب لكم بزاف وتيجيوا بزاف لعند الام ديالك قالوا ليهم كينا اخوالي وعمامي مهم كل مرة وشكون تيجي اذا مرات الدار الكبيرة هديك واللي جا كي يكل ويشرب وكيمشي فرحان المهم الشرطة اول حد بدو معاه التحقيقات وهو هاد المساعدة اللي كانت كتجي الحاجة خديجة مشوتي يقلبوا في البلاصة في النعتليهم عاديل واستدعوها المركز الشرطة من اجل تحقيقات وش هاد خديجة عنده شي علاقة مع هاد الجريمة وش هي صفاتها الحاجة خديجة الله اهلم مو يبجت هاد المساعدة وبدو مع هاد تحقيقات قلوا لها فين كنتين نهار فلان فلان قلت لي من نهار كان فلان فلان انا كنت كنزور ولدي ولدي راه عند بباه انا مره مطلقة والزوج ديالي هو شد الولدي وكنمشي مره مره كندوز عندوش يومين ثلاث يام كنت طلع لولدي راه الزوج ديالي ممكن يبيي لكم انني كنت عندوه في النهار فلان فلان يعني النهار وقوع الجريمة قرطة استدعى الزوج ديالها لي اكد ليهم فعلا ان هاد المساعدة كانت عندوه في نهار وقوع الجريمة باش تشوفوا لها يعني المساعدة ما عندها حطة علاقة بالجريمة اذا شكو اللي غدي يكون دار الحاجة خديجة هاد الحالة وعلاش اشنو الهدف وراد الشي كله الله اعلم غدي نخرج تقرير الطب الشرعي اللي غدي اكد ان الحاجة خديجة توفات معه 12 دليل تقريبا هادي اسبوع باش توفات وتوفات عن طريق الطعنات اللي تعرضت لهم على مستوى الصدر يعني فشتخنقات كانت باقى حية والطعنة الاخيرة اللي كانت في القلب هي اللي كانت مميتة الشرطة رجعوا بالتاني الجيران دي الحاجة خديجة واش عمرش حد دخل عندها عمركم سمعتوش غوات عندها مهم الجيران معطاوش معلومات اللي غدي تفيد الشرطة بالعكس كل شي شهد بان الحاجة خديجة من طيب خلق الله ومعمرهم سمعوا صوتها او اللغواتها الجيران اكدوا ان الحاجة خديجة كانوا يجو عندها بزاف الخوت ديالها يعني خوت ماشي شقاق خوتها من بواها كانوا يجو عندها وكانوا بعض المرات كيتسمع شي اصوات زي ما شوية مرتافعة ربما كتكون شي مشادات زي ما كتكون شي مشاكل عائلية احنا معدنا التشي دخل فيهم قالوا ليش كون هاد خوتها وفين ساكنين مهم الجيران تبارك الله راكت عارفوكين بعض المرات يكونوا شي جيران كيعارفووا الديطايد وديطايد الجيران ديالهم أعطوهم هاد الخوت ديال حاجة خديجة هاد الخوت عندهم شي علاقة بها الجريمة وربما يكون شي حاجة على الورث او لا تكون مشكل مشكل سرقة الله اعلم جاو هاد خوت الحاجة خديجة المركز الشرطة وبدو معهم التحقيقات عزلوهم وكل واحد كترحوا عليه سؤال وما قالوش لهم بان الحاجة خديجة راها توفات سولوهم اشمل علاقة كتربطكم بالحاجة خديجة بجونج قالوا انهم احنا خوتها خوتها من باها الشرطة السولو هاد الخوت ديال حاجة خديجة واش كانت بيناتكم شينيزاعات قالوا هما شينيزاعات اللي كانت زمع بحل قاعد العائلات المشاكل اللي كانت ما بيننا وبالعائلات احنا را وخي كل كان راحنا خوت وشاركنا الدم يعني وخانت خاص موتان عياو ما عملنا غدي نفوتوا بعضياتنا المشكلة اللي كان عندنا هو بسباب الولد ديال حاجة خديجة فالحاجة خديجة ما كانتش كتولد وكانت مربية واحد الولد وهذاك الولد دخلته في الحالة المدنية واش يقدر يورد معها واشنا ما كناش موافقين على هذا الشي هذا الشي لا يزوجوا لا شرعا ولا دينا ولا اخلاقيا ويما كانتش موافقين على هذا اللي كان قولوا ليها دائما كانت تخاصموا معها فاش كان نجبدوا مع هذا الموضوع يعني السيدة كانت تقول لنا عادي الولدي وغادي ندخله في الحالة المدنية وغادي يورد هادو مشاكل اللي كانوا بيناتنا هادو معلومة جديدة ومهمة واكيد غادي تفيد الشرطة الشرطة سولوا هادو الخوت ديالحاجة خديجة فين كانوا من هادو عشرين يوم سولهم اننا قللهم زرنا الحاجة خديجة تقريبا شي شهرين هادي وما بقيناش جينا عندها وكنا في الدوار كان قضيوا الاشغال ديالنا وممكن تسولوا وغادي تعرفوا اللي كان فعلا الشرطة مشاول الدوار وسولوا فين كانوا هادوك الخوت في ديك الوقت وكل واحد كيقول لهم اللي كان يعني هاد الخوت بجوج ما عندهمش علاقة بتصفيات الحاجة خديجة مش كل مسؤول عن تصفيات ديالها وش كل يدار في هادوك الحالة والشحد اللي قريب او الشحد اللي بعيد الله اعلم البوليس وصلوا الباب مسدود لقوا رسوهم قدام جريمة قتل ولقواهم قدام نزاعات ما بين الاسر حول الارض هنا الطرقان بجوج كل طريق تقدر توصلهم للجاني الحقيقي قضية الورث والقضية ديالها الابن بالتبني رجعوا استدعوا عاديل للتحقيق وقالوا ليه عدنا واحد النقطة مهمة اللي بغينا نطرحها لك وكنت بنا تشد راسك عاديل قال اليوم اما هي الشرطة قالوا العاديل اخوالك تقولوا بانك انت ابن غير شرعي للحجة خديجة واشف راسك هذه المعلومة او الليلة عاديل تصدنوا قالوا ما يمكنش الحجة خديجة هي الام ديالي وهي اللي حليت عليها عينيها وعمرش حد قليها هذه الهضرة وزايدون انا ركتكنش به الوليد الله يرحمه ما يمكنش هذه الهضرة تكون صحيحة وما يمكنش نكون ابن بالتبني وانا مكتوب على الاسم ديالهم في الحالة المدنية ما يمكنش هذه الهضرة نصدقها امبوسيبل الشرطة غدي تأكدوا من الحالة المدنية وغدي يلقوا انك لما عاديل صحيح يعني عاديل مكتوب في الحالة المدنية من بعد العائلة ديال حجة خديجة غدي تطلب الخبرة يعني تحليل لديان باش يتأكدوا انه عاديل واش الابن ديالهم الحقيقي او الليلة وفعلا ذاك شي اللي كان الشرطة هنا كانوا في طريق ديال الويرت ونزاعات وهذا تصدقوا في بيست خراع بيست ديال تحليل لديان والنسب ديال هاد عاديل من بعد غدي يمشوا يرجعوا الجيران وغدي يقلبوا لواحد الصديقة اللي كانت مقربة الحجة خديجة كل شي كيشهد ان الحجة خديجة ما كتفرقهاش مشاو عند هاد السيدة وصولوها قال لها واش فعلا عاديل ودى الحجة خديجة او لا لا هاد السيدة غدي تأكد لهم واحد الخبر اللي غيكون صدمة لجميع ألا وهو ان عاديل ماشي الابن دي الحجة خديجة شكون هو هاد عاديل وكيفاش تجعل ذات الحجة خديجة هاد الشي اللي عادي نعرفو من بعد هاد السيدة قتليهم هاد انا اللي جبتو الحجة خديجة لان الحجة خديجة والحجة اللي يرحموه ما رزقهمش لله بوليدات وكان مخصم حتى شي خير والحجة خديجة طلبتني انني نقلب لي على شي وليد اللي يكون متخلى عنه اما تكون مغلطات او لا شي حد بالملجأ او لا مهم انك تكن عرف واحد السيدة اللي كتعرف سيدة اخرى عندها مشكيل وفعلا كانت حاملة وبغى تتخلص من الجنين ديالها اعطيتها اللي قسم الله أخذتك الوليد واجبتو الحجة خديجة الشرطة يسولوا هاد الصديقة ديال الحجة خديجة على الام ديال عادي الحقيقية واش كانت تزور الحجة خديجة او لا لا هاد الصديقة قاتليهم بان فعلا هاد الام ديال العاديل كانت تجي مرة مرة تطلع لولدها وتع دوره معاها وكاتبشي في حالاتها وهي را كانت سيدة علاقة للحال ومناطيب خلق الله ما فيهاش المشاكل وما كانت تقدر على عاديل أو على التربية دياله وكتشوفوا لده أنه عيش مزيان وعيش في مستوى مع مرة قدرت تعيشه في ذاك المستوى هذه نقطة جديدة وشهاد الأم دي العاديل هي المسؤولة عن تصفير الحجة خديجة ربما يكونوا لقعوا نزاعات ما علم بهم إلا الله وكانت هي المسؤولة على هذا الشيء الله أعلم الشرطة استدعى وهاد سيدة المركز الشرطة كان اسمتها زاهرة وبدأوا معها استجوابات سولوها أشنو علاقتك بالحجة خديجة السيدة جاوباتهم قدرت لهم أنا كنت نجي عندها مرة مرة وكتتتدور معي وكمشي في حالاتي هاتش اللي كان شي حويج سطحيين اللي كانوا كيربطوني بها الشرطة أكدوا لها وقالوا لها دوك الحويج السطحيين بغينا نعارفهم احنا نعارفين كل شي غير عاودي اللي كان المهم السيدة بدت تكتف تف ملقات ما تقول قدت لهم الحقيقة الكاملة قدت لهم أنا رأني كنت عند علاقة غير شرعية اللي ينتج عليها حمل وهذا الحمل اللي كانت بغيت نتخلص منه ودخلت لي واحد السيدة وقالت لي أن الحجة خديجة بغت تربي وليده لابنية المهم أنا قلت لهم شي مشكيل أنا نيت ما بغيتش هتشي ليفكر شي وغادي نعطيه لها المهم أنا ولدت وعطيته اللي عطيتهم لوليد وتهلوا فيه وما خلوا وما داروا عليه ولا إني وصلت واحد الوقت فاش كبر الولد فاش توكي كبر وكان جيديه ما كان طلع عليه ما بقيتش قادرا نصبر وبغيت نقول لي الحقيقة فاش كالحاجة عيش قلت لي رأني غادي نقول لولدي اللي كان الحاجة رفض وعطاني واحد المبلغ كبير باش نسكت وفعلا نسكت ولا إني دازت يام ومشت يام والحاجة توفى وأنا ما بقيتش قادرا نشوف والدي كي يكبر قدام عيني وما يعرفش بأنني أمو جيت وقلت لي اللي كان واجهته بالأمر وعادي لتصدم وما صدقش الأمر نهائيا ولا إني مع الوقت مشواجه الحاجة خديجة وقال لي هالي كان والحاجة خديجة ما كدباتش وقالت لي فعلا راني تبنيتك والأم ديالك هي الفلانة مو يمو واتصدام وتعصاب ومخلمة دار ولا إني في الأخر أردخ الأمر الواقع قالوا لها إمتى آخر مرة أطلقتي مع عديل قالت لهم هذه جو السمانات هاد المعلومة غدي تكون مهمة وغدي تغير مجرى القضية كاملة كيف السيد مش كان تقرأ برا وجو السمانات هدي بش شافتو وهو تيقول أنه راه الولد الشرعي الحاجة خديجة وما عارش أنهم تبني هاد شي كل شي غدي يخلي الشرطة أنها تشك في هاد عاديل وتشك أنه عنده علاقة بالموضوع ديالتصفية ديالحاجة خديجة عاودوا استدعوا عاديل لمركز الشرطة وبدأوا معها تحقيقات من جديد قالوا لي واش كتعرف زهراء الفلان فلانية قال لي هم لا مهم قالوا لي عيق ولي كاين را السيدة اعترفت بكل شي وقالوا لي بأنك انت ماشي الابن الحقيقي ولا الشرعي الحاجة خديجة مهم السيدة من بعد ما واجهوه بالأديلة وواجهوه بالأم دياله مباشرة قال لي هم لي كاين قال لي هم اه أنا كنت عارف أنني ماشي الابن الشرعي الحاجة خديجة وكنت عارف بأن السيدة هي الأم ديالي الحقيقية وليني أنا كنت باغي الورد وباغي نورد وبما أن الحجة خديجة حطاني في الحالة المدنية ديالها ونادت قامت ضد كل شي فأناك تكن تسنى الورد ديال الواليد اللي رحمه نشده الشرطة سولوه كيفاش قلت لنا شهرين هدي منزلش أنا المغرب والأم ديالك الحقيقية كتقول بأنك جوز سمانات هدي تلقيتها قل يوم الله أنا منزلش المغرب نهائيا والدليل أنني اتصلت بصباح اللي كانت علماتكم في اللولكم كنت نانا كنت غنجي نحل الباب لاش غنقول لها يبشي تدق عليها لأم ديالي وطمأن عليها الشرطة أخدوا الباسبور دياله وتأكدوا منه واش كان نهار فلان فلاني في المغرب فعلا غادي يلقوا أنه قطع بي أليغوتوغ نهار ووقوع الجريمة بالضبط يعني السيد جال المغرب في داك النهار أرجح في حالاته في نفس النهار سولوه على جيتي داك النهار وهذاك النهار وهو بالضبط اللي توفات فيه الوليدة ديالك أشنو جيتي تدير المغرب هنا السيد وحل وما بقى لقى ما يقول إيوا السعاديل مني تزير بزاف من طرف الشرطة ما لقى ما يقول قال اليوم سيادي فعلا أنا اللي صفيتها للحجة خديجة علاش لأنها كتعطيني واحد المبلغ اللي قليل بزاف والسيدة عندها الفلوس وما خصحتها خير وأنا بغيت الورد ديالي من ابا وما باتش تعطيه لي والقصة كانت كالتالي قال اليوم نهار خميس بالضبط قطعت بي علي غطوخ على أساس أنني باش نمشي عند الوليدة ونهضر معاها باش تعطيني الورث ديالي ببا مو يعي مشيت دخلت دخلت مفاجأة الحجة خديجة فرحات ووجدت لي العاصر وعطت لي أنا مش ربتوش قلت لها الوليدة ممكن تعطيني الورث ديالي من الوليدة أنا مبقيتش بتنجي المغرب أنا بيتنبقى عايش برا وعلى فكرة أنا راني ما بقيت لك أنقرأ للتحاجة راني أعطيها على الصهارة الخاويين واللي تمود من بتحاجة الفلوس ما بقتش كتقدمي الحجة خديجة قلت لي ما عندي التورت غادي نعطيه ليك الفلوس اللي كان نصفت ليك هي اللي غادي نصفت ليك شي ريال آخر ما غاديش تشوفه بغيتي شي حاجة وقف على رجليك وخدم على عراسك بقيت في مشاداتها ناويها أنا أساس ما كنتش ناوي نصفها لها قل لي هم من بعد واجهتها بالأمر وقلت لها أنا عارف أنني مشي بنتك ممي الحقيقية رجعت وهضرت معايا وقاتلي يا ليكين الحجة خديجة أنا عارفة بأنك ولدي ومع أم مرك غادي تكون إلا ولدي لأنني اجتك الحيمة صغيرة وطليت فيك واللي درتو عليك را ما درتوش عليك مموك الحقيقية المهم قال لي أنا مشي كي همنيش دا بشكون ممي وشكون مميش هو أنك المهمة عندي هاد الساعة هو أنك تعطيني الورث ديال ببا مت زي التانويها قال لها في الهضراء هزيت الشعل ديالها قجيتها غيبات فقدات الوعي نقيتها باقي حية ومن بعد أنا نهز واحد الموس وبقيت نطعن فيها حتى صفيتها لها حيت الذهب اللي ديال الديرا واخديت كل شي لأملاك اللي حويجة واخديت كل شي الحويجات اللي خفاف ونقدر نهزهم ومشيت في حالاتي المهم بعد الاعتراف الكامل للمجرم بأنه هو اللي كان مسؤول على الجريمة تقدم المحاكمة وتعطاه مؤبد للأسف بزاف القصص بحلاكة كنشوفهم أن الولدين كيتبنوا ولدات وديروا فيهم الخير وفي اللخر كيرجعوه ليوم بوم زويل سبحان الله التقي شر من أحسنت إليه نهاية القصة إلى اللقاء في قصة جديدة وعبرة جديدة إلى الملتقى